بسم الله الرحمن الرحيم طلاب نكمل محاضرتنا هذا اليوم وصلنا تقريب لكتشار 18 اللي هو بعدنا اخر محاضراتي هاي بالروت لوكاس تقريب يمكن بعد جزء محاضرة اذكر بيها امثلا ونختم المادة فاليوم ان شاء الله راح ننتقل لل القاعدة اللي ذكرناها الروتس الاساسية اللي راح نمشي عليهم مراجعة للشكم الروتس اللي اخذناها بالبداية اللي يعني الروتس بالنسبة للروت لوكاس اللي اذكر يعني انا طريقة رسومية حتى اذكر بيها اشوف من خلالها system stable او unstable وعندفت قواعد اساسية اللي اروح عليهم بالنسبة للقاعدة الاولى اللي هي starting point يعني قيمة k من الصفر اللي احنا ذكرنا بان السيستم راح يتحرك من الصفر للمالة نهاية من الصفر راح يبدي يمثل البولز الى المالة نهاية تمثل الزيروس فلما ما اخذ اول حالة اخذ starting point ال k تساوي صفر فعندي هنا الروت لوكاس starts at the open loop pulse فرح اخذ example منطيني k g of s h of s مثل ما ذكرت بالمحاضرة السابقة هذا الصيغة مالتها فانا دائما البولز راح اخذ راح اخذ ال characteristic equations منها راح اطلع البولز اللي عندي البولز اللي تكون بالمقام والزيروس اللي راح تكون بالبسط زين بالنسبة للبولز اللي بالمقام هادي هنا لو اجي اطلحها راح تكون s1 0 ال s2 قيمتها سالب 2 وال s3 راح تكون قيمتها سالب 3 يعني اخذ ال equation واساويها بالصفر راح اطلع منعتها البولز اجي اسقطهم بال s plane هنا اللي موجود عندي دائما البولز راح يكون على شكل حرف x والزيروس راح تكون على شكل دائرة زين فاجي اسقط البولز اللي موجودة عندها اول خطوة من ابدأ ارسن سقطت البولز الاول 0 فقليت هنا أنا 0 موجود البولز الثانية سالب 2 فقليت هنا سقطها بالسالب 2 البولز الثلاثة سالب 3 قليتها بالسالب 3 انا هنا ما الاعلاقة بالزيروس لكن لو اعرف الزيروس اش قد منه هذا البسط هو يمثل الزيروس ال s تمثل سالب 1 فاجي سقطت هنا سالب 1 راح تكون على شكل سيركل هاي اول حالة من ابدي ارسم اول حالة عندي اذا ابدي ارسم ابدأ start taking point ال case 0 ابدأ اخذ المقام طلع من عند البولز واجه اسقطهم بالرسم هاي اول نقطة ننتقل الآن لال example الثاني ذاكرين بي هنا ذاكر prove that the pulse of the open loop is equal to the characteristic equations يعني احنا عدنا فتشي ثابت نقول للبولز نفسه هو راح يكون نفس ال characteristic equations فهنا عندي ش راح يكون اثبت هذا الشي بان البولز نفس ال characteristic equations احنا نفس ال example اللي كان موجود عندي f of s 1 زائد k g of s h of s ال example السابق كان بس k g of s h of s فانا راح اخذ ال characteristic equations اقول 1 زائد هذا يساوي 0 فعندي 1 زائد هاي ال example اللي هس قبل شوية اخذته لو ارجع له هذا ال example اللي هنان موجود فاقول 1 زائد هذا k g of s h of s فهنا عندي ش راح يصير اذا اقول 1 زائد k g of s h of s واساوي بالصفر راح تطلع المعادلة مات هالشكل ابدأ واحد المقامات خلاص المقام واحد وحد المقامات بالنسبة هذا الحد يعني اقول هذا المقام كم هات راح يكون نفسه اضربه في الواحد نزل هذا زائد هات كم هات بواحد فينزل هذا الحد نفسه اساوي بالصفر بعدين اش راح اساوي راح اجي اخذ البسطة اللي عندي اقول s s زائد 2 في s زائد 3 زائد k في s زائد 1 ويساوي صفر انا اصلا اش فرض تلكي قيمتها 0 بالبداية احنا قلنا من الصفر للإنفينيتي فراح هذا الحد فاش بقى عندي بقى عندي s في s زائد 2 s زائد 3 ويساوي 0 يعني منا عرفت البولس اش قد s 1 0 s 2 2 3 3 يعني لو عجب السؤال مثلا انطيك فد اكزامبل اقللك اثبت لي بان البولس اكزامبل بسيط راح يكون البولس هو نفسه يساوي characteristic equations فها هي الطريقة اللي اثبت بها البولس يعني راح يكون نفسه هو characteristic equations الآن ننتقل الى الحالة الثانية termination points k equal to infinity termination point يعني نقطة النهاية انا ذكرت نقطة البداية اللي هي راح تكون كي تساوي zero الشي يمثل يمثل البولس termination يمثل الزيروس راح يكون يمثل الزيروس فبالنسبة هنا الروت لوكاس terminates اذا الopen loop zeros when they exist otherwise اذا infinity example منطيني هذا الexample k g of s h of s k الزائد 1 على s الزائد 2 الزائد 3 find the zeros اش طلب من عند رادي zeros from the open transfer function g of s h of s and the characteristic equations f of s يعني اش طلب من عند رادي zeros او رادي من عندي characteristic equation طلاب الصوت موجود انا موجود صوت اوكي اوكي فهنا مطلب من عندي طلب من عندي الراد zeros اللي هو يمثل البست وراد من عندي characteristic equations zeros المطلب الاول بسيط مجرد ان اقول اخذ البست واساويب الصفر فعندي مثل minus one from the open loop transfer function هذه كارتها zeros مثل minus one الحالة الثانية from the characteristic equations انا عندي characteristic equation f equal to one plus kg of s equal to zero يعني انا اذا منطيني بالسؤال kg of s مجرد ان اجمع حوية الواحد وراح اسعوي بالصفر وابدي اوحد المقامات اللي عندي فاللي انا عندي واحد زاد k زاد واحد على s زاد اثنين اجت وحدت المقامات بعد ان وحدت المقامات اش راح اسوي راح ااخذ هذي لو ارجع هنا هاذا الجهة الثانية s ازاد اثنين ازاد ثلاث زاد الك ازاد واحد تساوي صفر فاثبت اللي بيها الك وانقل البقية للجهة الثانية ثبتنا بيها المتغير اللي بيها الك وانقل البقية الثانية سيكون عندي صار عندي كيف الثانية واحد وساونا ماينوس s زاد اثنين في الثانية الثلاثة زين انا شنو الاريد راح الثانية اثبته وانقل الكي راح يصير هذا الحد على كي زين انا الكيش ذكر ذكرت هو انفنت النقطة النهائية وهي انفنت ويقيم انفنت راح صور زير فاذن بقى الثانية واحد يساوي صفر اذا الاس تساوي يساوي انه ماينوس وان منا عرفت زير قيمتها قيمتها ماينوس وان هيمتل مثل طبعا اكو طالب مادرين تسجل باسم هو الايفون اللي دخل اذكر اسمك بالشات لانا بخلي المحاضرة تسجل هل سرح ارجع للشات اشوف موجود من الطلاب ارجع مثل طريقة اللي ثبتنا بها البولز نفس الcharacteristic equations نفس الشي هنا بالنسبة للزير اذن جون فس هي اززاعد واحد على اززاعد اثنين اززاعد اززاعد ثلاث اكون ملاحظة شو تقول تقول لازم يكونون حور جتي حور بالنسبة للطلاب اللي قاعد ينضافون هسه انا ارجع كل شوية الشيء من التشات خلي يضيف اسمش يعني يسجل غياب ارجع للمحاضرة يذكر ملاحظة بان total number of pulse and zero most be equal لازم مش يعني مساوين زين ان pulse عند ثلاثة و zero صلعت بس قيمتها واحد وين البقية راحت البقية راح تكون بجهة الانفينيتي يعني راح بجهة الانفينيتي لكن هي نظري نشوف ها واحد بس يعني لو نرجع للحقيقة هي ثلاثة جهور راح يعني يعني كون يساوي الجذور مات المعادلة يعني عندي شغلت هيا راح ركز عليهم الانفينيتي الانفينيتي اقصد بيها البولس والأم اقصد بيها زيروز الان البولس اللي بالمقام والأم الزيروز اللي موجودة بالبسط من الأكبر بيهم إذا وحدة أكبر بيهم فأقول أنا عدد الأفرع اللي عندي حلقة بقيام هاي سواء الزيروز أو البولس من الأكبر أمشي عليهم زين الروت لوكس starts at بولس نعرف ذكرت يبدأ من البولس من الزيروز وينتهي بالانفينيتي اللي هو الزيروز فهنا عندي example F K G of S H of S equal to هاي منطيني منها شنو رح أعرف رح أعرف هنا هالس N قيم هالي هو البولس أقصد بال N البولس يعني الأقطاب S هنا قيمتها 0 S قيمتها سالبة 2 S قيمتها 3 يعني عددتهم 3 إذن M قيمتها 3 زين البس قيمتها يمثل 0 يمثل M قيمتها 1 من الأكبر الأكبر البولس اللي هو N إذن رح أقول number of root locust branch equal to N equal to 3 يعني منافسة number of البولس أمشي على من الأكبر هس أخوان هنا طلعت عندي N قيمتها 3 و N قيمتها 1 فمشيت على الأكبر اللي هو على عدد البولس هذا واضح إذا ذكر number of البولس أشوف من أكبر عدد البولس لأ زير أمشي عليهم هاي نقطة راسطة هنا عندي الحالة الرابعة symmetry about real axis يعني التناظر حول real axis إذا متناظر حول real axis يعني هذا الجزء الرياض هذا يمثل الوا يمثل imaginary إذا متناظر حول real axis فأقول يابه هو متناظر حول real axis ما متناظر أذكر بينه ما متناظر هاي النقطة الرابعة الآن ننتقل للنقطة الخامسة اللي هي assigned totes of root locust يعني المحاذيات الضروري أنا شغلت روت locust لازم أرسم فإذن أرسم محاذيات عندي موجودة assigned totes of the root locust for long value of k the root locust is assigned totes to straight lines with the angles given by رح يذكر فش يذكر هنان بال assigned totes of the root locust شنو اللي رحتاج بيه أوكي طلاب اللي يدخل جديد مجرد يسجل اسم بالحضور أقصد بالشات أرجع هنا بالنسبة للمحاذيات إذا أرسم المحاذيات أحتاج شنو بالمحاذيات أحتاج إلى أن أعرف قيمة الزاوية أعرف الزوايا اللي رح يرسم بيها المحاذيات لازم أعرف ها وأعرف النقطة اللي يتقاطع بيها على الرياض access النقطة اللي رح يتقاطع بيها على الرياض access إذا أرسم أي محاذي أي محاذي أرسم أو شي مثل إذا على سبيل المثال عندي محاذيات فأرسم الزوايا اللي ترسم بيها المحاذيات وارسم هاي النقطة يتقاطع بها وهي real access فأجهنا لأدل بالنسبة للزاوية مضروبة بالبي على ن ن ن ن ن أجيب ن ن ن ن هذا اللي أقصد فال قيمة صفور واحد الآن أوصل الناقص أم ناقص واحد يعني لو يذكر لي لو يذكر لي عندي مثلا الان قيمتها خمسة والان قيمتها ثلاثة الزوايا الحدوين رح أوصل بها من أجيب أرسم الثيتر حدوين الآن خمسة والام ثلاثة خمسة ناقص ثلاثة يبقى ثنين ناقص واحد فأذن واحد معناها هاي ال أوصل بها للواحد يعني بوثيتها زيرو ثيتها واحد هالشكل أعيدها أنا مثلا على سبيل المثال عندي الان قيمتها ستة والان قيمتها أربعة ستة ناقص أربعة رح يكون اثنين ناقص واحد يبقى واحد لأن ستناقص أربعة اثنين وثنين ناقص واحد يبقى واحد عندي فهنا يبدأ صفر واحد أو أي قيمة أي زاوية رح أخذ رح توضح عدكم هنا إن شاء الله بالأمثلة اللي رح أكزامبل تقليد يمكن واحد بسيط وبعد المحاضرة القادمة إن شاء الله نأخذ أكزامبل يكون أوسع هذا بالنسبة للزاوية هذا قانون لأن أنا أحتاج زوايا المحاضيات وأحتاج نقطة التقاطع فإذن الزاوية هذا قانون ولمن توصل توصل إلى الناقص الناقص واحد نقطة التقاطع رح أسميها سيجما تمثلي الصميشن مات البولس أوف جي أوف أس أج أوف أس ناقص الصميشن مات الزيروس على أن ناقص أيضا قانون يكون ثابت وهنا ذاكرة سيجما تمثل نقطة السنتر اللي تتقاطع ويا الريال أكسس أنا محاضرة إن شاء الله أنزلها بيدي أف وأيضا نزلها مقطع بيديو لكم ننتقل هنا عن أكزامبل راح أطبق على بعض الخطوات اللي أخذتهم هذا الأكزامبل يقول كي جي أوف أس أج أوف أس أكوة تو كي أزائد واحد على أس أزائد أربعة أستر بيع زائد اثنين أزائد اثنين فرح أطبق أول حالة الحالة الأولى اللي هي بداية النقطة كيتمثل نزيرو بوينتز اللي ورا حطلع البولس منها فالبولس هذا أحل المعادلة ما تي يا أما أحلها بطريقة الدستور أو أحلها بطريقة العادية فعند الأس تساوي لنا زيرو الأس الأولى الأس الثاني تمثل ماينس أربعة هاي أقدر أحلها بطريقة الدستور فيطلع لي الأس ثري والأس فور ماينس وان ماينس بلس جي والآن قيمتها تساوي لنا أربعة من ما نعرفت الآن منها عددها واحد اثنين ثلاثة أربعة ذول عدد البول صلعت لقيمتها أربعة زائد هاي الحالة الأولى أجي الحالة الثانية الكيت مثل انفينيتي حتى طلع بها زيروز شرح أرجع لمن؟ أرجع للبسط أساوي وبالصفر تطلع لأس قيمتها إذن قيمت الأن قيمتها واحد وصلت للحالة الثالثة إذن شقد عدد البرانشت اللي عندي موجودة يا أما أمشي على الأن تساوي أربعة أو أمشي على الأن قيمتها واحد من الأكبر الأن فإذن أقول أن تساوي أربعة هنا راح تكون بما أنه أنا عندي زائد ناقص العفو زائد ناقص جي هنا على الإيماجيناري إذن هي متناظرة في أقول Symmetrical About Real Access Symmetrical About Real Access أنتقل الآن العفو أرجع للحالة اللي أخذت هنا الأسايم توتي هنا عندي شرح يصر بالنسبة للمحاذيات بالنسبة للمحاذيات راح أحتاج عدة شغلات أحتاج مات الزاوية الزاوية اللي أرسم بيها المحاذيات وأحتاج بيها السيقما اللي يتمثل نقطة التقاطع وهي ال Real Access أثناء ما أكتب أنا السيقما وأكتب مات الثياتة أحتاج قيمة الناقص M بالمقام اللي تكون موجودة فإذن هي الناقص M مش قد قيمتها يعني أربعة ناقص ثلاثة ناقص واحد راح يكون ثلاثة راح يكون ثلاثة الآن أنتقل إلى الزاوية اللي أردى طالح هثيات L ثنيا L زائد واحد في البي على N ناقص M اللي هنا أوكي أنا شغلت هنا قلت من أيد أرسم الزاوية يعني شمعنا أني اختالت هاي الزاوية 0 1 2 ليش أنا أقول لي هنا الواسطة القاعدة يقول N ناقص M ناقص واحد زي N ناقص M مش قد قيمتها ثلاثة ناقص واحد اثنين يعني يكون أوصل للثنيا هذا اللي أقصده من أجيات رسمت الزاوية حتى أرسم بها المحاذيات خليت القانون أمامي موجود 2 L زائد واحد مضروف في البي على N ناقص M تمام أجيات L من تبدأ إلى N ناقص M ناقص واحد أنا عندي N ناقص M قيمتها ثلاثة ناقص واحد اثنين إذن الزاوية ما تقوصل تكون بها للثنيا 0 1 2 زي كل وحدة راح أجأ أطبق عليها القانون يعني أطبق علي القانون باي في أفتح قوس 2 في L زائد واحد 2 في L زائد واحد على أن ناقص أملها 4 ناقص واحد زي 2 L L هنا جقد قيمتها أول شي 0 نزلتها 0 فطلع لي 60 درجة ال L جقد قيمتها هنا قيمتها واحد جقد راح يطلع لي 180 درجة ال L هنا جقد قيمتها 200 جقد راح يطلع لي 300 درجة إذن طلعت الزاوية اللي راح أرسم بها المحاذيات راح أرسم بال60 بال180 وبال300 أطلع نقطة التقاطع ويا ال Real Access إش راح تكون السيقما تمثل Summation of the balls ناقص Summation of the balls على أن ناقص أم فإذن أنا عند البلس الأول سالب أربعة يعني 0 مجموعة البلس معت 0 زائد سالب أربعة سالب واحد زائد J زائد سالب واحد ناقص J والزيروس اللي هي قيمتها ناقص سالب واحد يعني أول بلس كان 0 الثاني سالب أربعة هذا الثالث هذا الرابع وهنا عندي الزيروس على أربعة ناقص واحد بعد أن طلعت السيقما تمثل minus 6 زائد واحد على ثري هنا فيطلع لي سالب خمسة على ثلاثة ويساوي هاي القيمة مع أنت فإذا طلعت هاي بهذا القيمة أنا راح يعني تسقط النقطة منعتها نقطة التقاطع ويا الريال أكسس وأبدأ أرسم المحالات بالزوائل اللي موجودة عندي عفوا هنا بالسيقما خليت السفر زائد سالب أربعة يعني خليت العدد الحقيقي والعدد التخيلي من البلس اي لأن هذا العدد اللي التخيلي المالت هذا فما ذكرت ما موجود بس الزيرو اللي أقصد بيها سترجعين هنا إذا أرجع لهذا هنا أرجع للبولس البولس الأول شقيت زيرو والجزء التخيل الماتة شقيت زيرو فما ذكرت أصلا البولس الثاني شقيت سالب أربعة وجزء التخيل الماتة زيرو لكن البولس ثلاثة وأربعة شبيهن بهن إما جيناري وبيهن ريال واضح؟ آه تماما ماضح شكرا عفواني هس أرجع هنا للسيجما فطلعت قيمة السيجما شقيت أساوي مينص وان بوينت سكس فهنا طبعا أخذ ورا المرتبة ورا الفارزة عندي أخذ ثلاث مراتب يعني أخاف للإحتياط أخاف يعني يعني في قيمة ضيف أو يعني ضيف واحد أو ليش يطلع يعني هاتش خطأ بالأرقام عندكم فأخذ بعد الفارزة ثلاث مراتب هس طلعت الانترسكشن وهي الريال أكسيس الفارز سجل اسمك بالشات حتى لو أنا قاعد أسجل المحاضرة حتى يطلع أسماء اللي موجودين هسا أنت الساعة لدي خلق المحاضرة أجل القاعدة السابعة اللي عندي طبعا هذا اللي أخذته الأكسامبل اللي أخذته وضح لي بس على الحالات اللي درستهم قبل شوية وأكون مثل شغلات هسا مثل اللي قبل الأكسامبل ما ذكرت بها الرسومات أنا راح أخذ الكمب مع المحاضرة القادمة إن شاء الله أكسامبل كامل ونرسم به حتى أوضح الكمب التفصيل لكن هسا بس مجرد أوضح للقواعد الأساسية وصلنا للقاعدة السابعة اللي هي الروت لوكاس أون الريال أكسس الروت لوكاس أون الريال أكسس أنا ش عندي؟ عندي هذا الجزء الإيماجيناري اللي يمثل الواي أكسس والريال أكسس هذا هذا هو الريال أكسس وهذا الإيماجيناري الواي يمثل الإيماجيناري والأكس يمثل الريال وهنا يش يقول؟ يعني ملخص لهذا الجزء أنا ورا ما سقطت إذا عندي رولس أو العفو إذا عندي بولس أو زيروز الجهاز سقطتهم طبعا ذكرت البولس علي تكون شكل حرف X والزيروز رح يكون على شكل داعر من أبدي أسقط بديت سقطتهم أول ما أجي أخلي هنا رح أوقف بهذا الجزء أبدي بالزيرو أول ما أبدو من الصفر وأباوع على جهة اليمين من أباوع على جهة اليمين هذه الجهة أقصد عندي موجود في البولس أو زيروز هنا موجود في العدد من البولس أكو عدد بولس هنا موجود ما عندي هذا فارغ ما عندي أي شيء إذا ما عندي شكل معنى زيرو الزيروش تعتبر تعتبر إفن هذاش تعتبر يعني موجب إذا يكون موجب فهناش رح يكون الاتجاه ماتي رح يكون الاتجاه ماتي بهذا الجهة رح باعتبار اتجاه لهذا الجهة وبنفس الوقت إذا كان موجد يعني ما راح يموجود هنا ماكو روت لوكس ما موجدنا روت لوكس ما أرسم روت لوكس هنا أعيتها هاي الحالة الأولى جيت وقفت هنا أبدأ بالصفر أباوع على اليمين مات الصفر هذه هي جهة اليمين موجود عندي بولز زيروز هنا موجودة أشوف أكله ماكو إذا ما موجود معناها زيرو زيرو تعتبر عدد زوجي فإذا ماكو روت لوكس ما أرسم هنا روت لوكس إلى عدد زوجي أجهنا انتقلت وصلت وين وصلت لهذا بعد أعبر هذا الزيرو وصلت لهنا راح أوقف بهاي المنطقة هنا أوقف أباوع على جهة اليمين راح تكون هذه الجهة اليمين عندي هنا نثل بولز زيروز اي موجود اشقال عددها عددها واحد اشقال عددها عددها واحد الواحد شو اعتبر؟ اعتبر اوت يعني فردي إذا بهذه المنطقة موجود موجود عندي روت لوكس وأجي أحدده أجي أحدده أرجع أعيد هذه حتى شوي توضح يامكم بديت الآن هنا بالزيروز أول ما أوقف على الصفر أباوع على جهة اليمين عندي بولز زيروز أشوف إذا عددهم فردي إذن أقروت لوكس إذا عددهم زوجي ما موجود روت لوكس بما أنه هذا الصفر والصفر اعتبر عدد الزوجي إذن ما أقروت لوكس عفته أجيت هنا بعد عبرت أنا الصفر أجيت بهاي المنطقة وقفت هنا وقفت بهاي المنطقة زين من أجيت وقفت بهذه المنطقة جيد عدد عندي هنا عندي بس واحد عندي بس بولز واحد موجود بس بولز واحد موجود زين الواحد الشي يعتبر يعتبر عدد فردي إذا عدد فردي معناها عندي هنا روت لوكس موجود بهذه المنطقة هاي المنطقة إذن موجود بيها روت لوكس وإذا عدد فردي فيه يكون وين اتجاهه رح يكون الاتجاه إلى جهة اليسار هذا ليش السهم خلية الجهة اليسار هنا لأنه عدد فردي يكون اتجاه الجهة اليسار بهذه الجهة وهنا عندي روت لو قصب نفس الوقت أجي راح أوقف بهذه المنطقة راح أوقف بهذه المنطقة أنا شون بديت بيها بديت بيها من الصفر باوعت على يمين هي وراء الصفر باوعت على اليمين بهذه النقطة أباوع على اليمين راح أوصل هذه النقطة وأيضا أباوع على اليمين وصلت لهذه النقطة راح أباوع على الجهة اليمين إش قد عندي هنا موجود سواء بول zero أو أي شيء إش قد موجود عندي؟ موجود عندي أثنين زينتين اش تعتبر؟ تعتبر عدد زوجي أكلوت لوكاس هنا؟ ما أقول ليش لأني عدد زوجي بس إذا عندي عدد فردي أقول أكلوت لوكاس موجود لكن إذا عدد زوجي لا ما موجود أجي أنتقل اللي هنا رح أنتقل لهذه المنطقة اللي هنا موجودة أباوة على جهة اليمين إش قد عندي؟ عندي واحد، اثنين، اثنين، اثلاثة هنا إذن أكو روت لوكس دولة لأنه ثلاثة عدد فردي فإذن هنا موجود روت لوكس هنا راح يكون موجود روت لوكس بهذه الجهة أجه هنا راح أوقف إذن هنا إيش راح يكون عدد هنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة إذن ما موجود هنا روت لوكس ما موجود هنا روت لوكس هذا هنا يجي طالب من الطلاب يقول ليش خليت اتجاه السهم بهذه الجهة؟ ليش مو هنا؟ إذا هنا إذا أخليه بهذه الجهة لأن أنا جيتها سما لقيت روت لوكس موجود فخليتها بهذه الجهة باعتبار هاي النقطة شاند أكو بها روت لوكس راح أخذ حالة ثانية راح توضح أكتر لكم أجه هنا طبعا إذا ذكرت مثلا خليت علامة X اللي هو مثل البولس وذكرت اثنين معناها عدد اثنين بولس موجود عند اثنين بولس موجود أوكي فإذا أجيت هنا بالصفر راح أقف هنا بالصفر أباوع على جهة اليمين أكو هنا عندي بولس زيروز موجود؟ لا إذا صفر والصفر عدد زوجي فإذا هنا ما عنده روت لوكس أجيت بهذه المنطقة هاي المنطقة اللي بين الدائرة وبين الأكس هاي المنطقة أباوع على جهة اليمين عندي بولس زيروز موجود عندي اثنيان هنا انا موجود عندي count 2 فاذا ها شنو تعتبر تعتبر even LAUGHTER تعتبر عدد زوجي فاذا هذا شنو ما كورو تلوقس هنـا اجري راح اوقف بهذا المنطقة راح اوقف بهذا المنطقة احسب شقد قدامها باليمين عندي اثنين pulse and zero شوف شون احسب ماينتبي لهاي اثنين لأ عندي اثنين pulse and zero يعني count 3 وثلاثة عدد فردي اذا شنو موجود عندي هنا موجود عندي عن روت لوكس ماhetون سيكون عندي الروت لوكس زين وراح يكون اتجاه باتجاه الزيريز اهنا رح اجي بهذه المنطقة اشوف which قد عندي موجود هنا اثنين ثلاثة اربعة طار عدد ازوجي اذا ما موجود اذا ما موجود لو اجي اوقف هنا راح اجي اوقف هنا ماهش راح يكون عندي واحد ثمين هنا أحسب ثمين واحد ثلاثة واحد أربعة واحد خمسة فإذا هنا صار خمسة عندي روت لوكس عندي روت لوكس أنا موجود مزين فهنا نذكر عن روت لوكس on the given section of the real axis الكي أكبر من zero is found in the section only if the total number of real pulse and zeros to the right of the section is odd فقط إذا كان عندي odd فأقول بالنسبة لاتجاه هس خاف أحد الطلابي خربط عليه الاتجاه أخذ مثال وأوضحها لكم بالضبط شون رح يكون الاتجاه لكن هسه أنا بس أيد أوضح شون أعرف عندي روت لوكس لو ما عندي بس أيد أوضح نقطة بين أقول روت لوكس في هذه المنطقة لو ما موجود أخاف طالب هسه إجاد يخلي المحاضرة أو فتشي أول ما أجأ أباوع بالمنطقة center اللي هي zero صفر أباوع على الجهة على اليمين أباوع يما على جهة اليمين عند روت لوكس العفو العفو عند بولس عند زيرو إذا موجود هنا أشوف أكل وماك وسأنا ما موجود عندي إذن ما موجود شي يعني زيرو الزيرو أش يعني تعني even يعني موجب يعني العفو يعني عدد زوجي إذا عدد زوجي أقول ماك بس إذا عدد فردي أقول أك فإذن هنا أنا ماك أجيت هنا وقفت أباوع على الجهة اليمين إيش قد عندي هنا عندي بس واحد والواحد الشي اعتبر يعتبر عدد فردي إذن هذا المنطقة أكي بها موجود روت لوكس هذا المنطقة شو موجود بها روت لوكس أكي موجود إجيت وقفت هنا إش قد عندي قبلها ثنيين الثنيين لش تعتبر عدد زوجي فإذا هنا ما موجود روت لوكس إجيت وقفت هنا في هذا المنطقة طبعا هذا ما دام حددت بسهم أنا معناها أكي روت لوكس هذا الأقص د tuition محدد بسهم أكي روت لوكس بالنسبة الإتجاه بعدين أوضحون لكم حتى منتخربطهم بها إجيت هنا راح تكون واحد اثنين ثلاثة. الثلاثة شي يعتبر؟ يعتبر عدد فردي. إذن شنو؟ ما دام عدد فردي إذن أكروت له كسب هذة المنطقة. هذا بالنسبة للحالة السابعة. الآن ننتقل للحالة الثامنة. اللي عندي angles of departure and angles of arrival. يعني عندي مناطق المغادرة ومناطق الوصول. مناطق المغادرة ومناطق الوصول اللي راح بيها تكون الرسم معتي. أقول angle of departure or arrival of route locks at pole R0s respectively of G of S H of S. denotes the angle of the triangle to the locus near to the point. راح عاجة افتهم شوني يقصد بيها. الangle of departure of wrong poles. الangle of departure. بالنسبة للمغادرة. راح تكون summation الزواية مات الزيروس. ناقص summation الزواية مات الزيروس. يساوى minus 180 درجة. هاي منو departure. زين. هاذا قانون نخليه بباني. فهنا ذاكر example. يقول الangles measured in the clockwise direction according to the test point. بالنسبة للمغادرة. اللي راح اسقطها بالرسم. أنا جديد الصمواش المات الزيروس. ناقص الصمواش المات الزيروس. يساوى minus 180 درجة. فإذا اش راح يصير عندي. راح يصير عندي. الثيتامات الزيروس. هنا. ناقص. الثيتامات البولس الأول. يعني مجموع مات البولس. وثيتامات البولس الثاني. أو الثيتامات البولس الثلاثة. زين. أوكي. اللي الطلاب اللي اجوا الجديد يسجلون. وثيتامات البولس. اللي رابع. راح تجمحهم كلهم. سوا سالب 180. اذا اريد. الثيتامات الزاوية. هاي. الثيتامات الزيروس. راح تكون هاي الجهة. هذا مو عندي الزيروس. او لما سقطتهم. من سقطتهم. سقطت مثل هذا البولس الأول. سقطت مثل هذا البولس الثاني. بديت اسقط البولس اللي موجود عندي. قيمهم حسب القيماتهم سقطتهم. راح اخذ. او عندي مثلاً هذا الزيروس اللي موجوده. هذا الزيروس اللي راح تكون موجوده. طبعاً كل واحدة راح تكون زاوية وياماً. ويه الاكسس ويه الاماجيناري. راح تكون هنا عندي فد زوايا موجودة. مزيلا. فاجيت انا رسمت هذا الرسم. رسمت. رسمت هذا الرسم. ما تأخذ على شكل خط مستقيم راح يصير. فهذا بالنسبة للبولس الأول. هذا القيمة مات البولس الثاني اللي عندي. سقطت هي. القيمة مات البولس الثالث. هذا على سبيل المثال يعني بس مجرد توضيح. مو حل يعني اكزامبل كامل ما اخذته أشراع عالية. لا بس مجرد توضيح. وهذا عندي البولس الرابع وهاي الزاوية مالته. زين. عندي هاي الزيروس وهاي الزاوية مالته. الزاوية مات الزيروس. فإذا أريد أحسب الثيتامات الزيروس. إذا أريد أحسب هاي الثيتامات الزيروس. ماذا راح يكون؟ لو ألاحظنا هاي الزاوية ما عندي هذا؟ سيكون عن شكل مثلت. فهنا يمثل تان إم فيارس المقابل على المجاور. تان إم فيارس المقابل على المجاور. زين. المقابل اش عندي آني؟ المقابل عندي اسمه Y. والمجاور اسمه X. راح ناخذ بعد أمثلة قادمة. شراح يكون هسا بالنسبة لزيرو هاي هي قيمة X. لكن لو كان هنا زيرو عندي. شراح تكون هاي الكل إلها قيمة X. هاي الكل إلها قيمة X. زين. فهنا لو أجي مثلا إنثيتها بالنسبة للP4. هذه البولس. لو ألاحظ هذا الشي يكون. يكون قائم الزاوية إذا إنثيتها ما تشغيل تسعين. يعني هاي معلومات شو أطلحها من السؤال؟ من السؤال نفس أطلح هذه المعلومات حتى أعرف لهم. أسأل مجرد وضحت لكم. بالنسبة للبولس اللي مسقطيها. والزوائمات اللي موجودة. ومثلث إذا كان مثلث قائم الزاوية إذا قائم الزاوية. كيف نعرف إحنا الزاوية موجودة تسعين درجة. الآن راح ننتقل لفاد إكزامبل. بسيط راح نذكره. فاين ذي الديبارتشار أنجلز. شرايد رايد الديبارتشار أنجلز. يعني بالنسبة للمثل المغادرة. زوايا المغادرة اللي راح تكون تغادر. طبعا زوايا المغادرة دائما ديبارتشار من وهو يمثل البولس. لكن الاريفل شي يمثل. يمثل الزيروز. فهو راد من عندي هنا. الديبارتشار أنجلز. منطينيها. فاجأ أخذ البولس هنا. أحلها. فيطلع لي قيمتها الأس وان زيرو. أستو ماينس أربعة. أسترى أقدر أحلى طريقة الدستور. راح تطلع لي هذا قيمها. أجل البسط اللي قيمتها. تمثل ماينس وان. زين. أنا شفايل من عندي. أقول صميشن الزوايا مات الزيروز. ناقص صميشن الزوايا مات الزيروز. ماينس مية وثمانين درجة. هذا قانون ثابت. جيت كتبت القانون. راح أجي هنا. ثيتة الزيروز ناقص. مات البولس. إذا خمسة فأذكر خمسة بولس. يسألنا سالب مية وثمانين. الثيتة بالنسبة للزيروز. وإن الثيتة مات الزيروز. راح تكون الثيتة مات الزيروز. هذا راح تكون. هذا هو. منها شون هو قائم الزوايا. إذا نجد قيمتها تسعين درجة. فأجيتنا زيتة قيمتها تسعين. الثيتة بالنسبة للبي وان. البولس. يعني ولو ما سقطت البولس طبعا. أنا قيمتها جد أخذت البولس. قيمتها واحد ماينس أربعة. وذنني بالنسبة لله. هذا أرجع لهنا. طرح للبولس الأول قيمتها زيرو. البولس الثاني قيمتها ماينس أربعة. أجي للبولس الأول ورع بس. البولس الأول جد. ماينس أربعة. والبولس الأول جد طرعت إن هنا قيمتها. أس زيرو. بالزيرو عندي بولس موجود. وبالهذا. أوكي. هنا أكو بولس موجود بالزيرو أيضا. فأجيت هنا لما ما أذكر. الثيتة ماتل البي وان. هذا لو أجي أسقط هنا البولس. أسقط طبعا. من أجي أرسم أسقط هنا. سيأخذ على شكل خط مستقيم. فهنا ثيتة البي وان. هذا الثيتة ماتل البي فور. وش بقى عندي؟ بقى عندي الفيتة ما البي ثري والبي تو. البي ثري سالب واحد زائد جي. واحد سالب واحد ناقص جي. ش راح يصير عندي؟ سالب واحد. بين السالب واحد. هذا طبعا هذا الجي عندي. سالب واحد وجي شفت راح أسقطه. طبعا كتسميات سواء من هذا الجهة أو من هاي الجهة. أوكي بس هو رسم راح يطع نفس الشي. بس كتسقيط للقيم. عاد أسم المسميات بكيفية. فهسان شنين أخذت؟ أخذت بالنسبة لل. البولس الثاني. مات الثاني شقد قيمتها. هذا. قيمتها تكون تسعين. زين. البولس الثالث. إذا بطلع الثيتا مات البولس. الثيتا بي ثري. ش راح تساوي. ثيتا بي ثري هاي هي الثيتة. هذا الثيتة. زين. فهذا ككل أخذها شقدت هي قيمتها. هاي مية وثمانين. ونقص منعتها الثيتة. نقص الثيتة. زين. زاد. بالنسبة للرابع هذا. هاي مو قائمة ولا شي. فشونا طلع طلعها. الثاني انفيرس الواي على الأكس. يساوي مينص مية وثمانين. إذن. لو أجل هاي الثيتة. الثاني انفيرس الواي على أكس. الثاني انفيرس الواي على أكس. فيطلع لي خمسة وأربعين. طلعها ثلاثية تشغيل قيمتها خمسة وأربعين. فرجعت المين. رجعت ثلاثية. طبعاً إذا ما واضح يا لكم طلاب هسا هذه. المحاضرة الجاية راح أخذ اكزامبل بالتوضيح. بالتفصيل العفو. حتى كل يعني شي ما موجود. أو أخذ الرسم يعني بشكل جزئي حتى توضح الفكرة للطلاب. لكن كمعلومات عامة للقواعد هي هاي اللي راح أذكرهم. كمعلومات عامة للقواعد تقروها. حتى من أبدأ حل مثال. نبدأ يعني خطوة خطوة بيه. فرجعنا للثيتة بيوان وسقطناها. طلعت القيمة الثيتة بيوان اللي جيت ما أعرفها. أنا هات تيست بونت باعتبار. فطلعت قيمتها ستة وعشرين. الأنجل أوف الأررايفل. زيروس. الأنجل آررايفل كان بي فونت. إذا طلبوا الأررايفل. الآن طلبوا الـ Departure. يعني مات المغادرة. اللي هي تعتمد على الـ Pulse. لكن مات تلشز من نفس الطريقة. نفس الطريقة بس تعتمد على من. على الزيروس. رح ينطين الزيروس اللي أكثر شيء موجودة. بالنسبة للقاعدة. رقم تسعة. ليه الـ Intersection of the Root Locus. With the Imaginary Access. يعني نقطة التقاطع ويا الإماجر. أنا أخذت ويا الـ Real Access. لكن ما عرفت نقاط التقاطع ويا الإماجر. بالنسبة للنقاط التقاطع ويا الإماجر. أخذ الـ F of S مع T. أخذ الـ Characteristic Equations. واحد زائد الكيف G of S, H of S. أساويها بالصفر. نقاط التقاطع ويا الإماجر. وأحلها بطريقة. سأسألوا أرجع هنا. بالنسبة للطريقة الـ Intersection of the Root Locus. نقاط التقاطع ويا الإماجر. أطلحها بشنو هاي نقطة تسعة. أحلها بطريقة الـ Root Table. طريقة الـ Root Table اللي أخذناها. فمثل عندي هذا example. F of S. S تقعيب. زائد. ثلاثة S تربيع. زائد. عفوذني. مين S. زائد كي. يساوي 0. فأنا أعرف هذا الـ F of S. شونا حال أحلها بطريقة الـ Root Table اللي أخذناها. طريقة الـ Root Table. أجل أسقط. عندي S تقعيب. S تربيع. S واحد. أستقعيب. قيمته هنا. واحد. أعوف الزوجة أخذ الفرد باثنية. أنزل على الجوة. أجل قد عنده هنا ثلاثة بكي. فأجأ أخذ ثلاثة في ثنية. ناقص واحد في كي. على ثلاثة. وبالنسبة لهذا الحد الثاني. هذا يأما يعني أخذ هالشكل راح يصير. نفس الشي. أو أجي مباشرة عنده الثانية. عنده 0. أنا أزل هذا الحد. نفسه هو كي. الـ Value of the K. That makes the zero row. من هو اللي تخليلي قيمة الـ Root 0. هس من هو اللي راح يخليلي هذا الـ Root 0. إذا كانت قيمة الـ K6. لأن 6 ناقص التعلي 3 يطلع عنه 0. الـ Root 0. إذن ذاكي الـ Crossover Point on the imaginary axis. can be found by solving the axillary equations. obtained from الـ S تربيع Root. الـ S تربيع. كعني هالسلام. ولمن هالسقطتها صار الصفر. ألجأ المن؟ للي قبلها. الـ Axillary equations. راح تكون. راح تمثل ثلاثة S تربيع. زائد. كي. اللي هي قيمة الـ 6. تساوي صفر. من عتراحة الله عقيا. حليتها بطريقة. سواء بطريقة الدستورة أو أي طريقة. راح تقطع لهذا القيم. مات النقاط التقاطع. اللي راح تصير. إذن. عندي. التاسعة. اللي هي. الـ Root التاسعة. اللي موجودة عندي. أخذ. أحذها طريقة الـ Root table. أحذها طريقة الـ Root table. وأشوف الـ Root. من اللي يخلي الـ Root يكون 0. شو وقت يكون الـ Root 0. حتى أقدر أخذ نقاط تقاطعوية الـ Imaginary. وبدأت حاليتها. طلعت لي القيمتين اللي أحتاجهم. هنا راح نحتاج. العفو هي. التاسعة اللي أخذتها وصلتها إلى نقطة 10. هذا تكون نقطة 10. هنا. الـ Break away points. الـ Break away points. هي لها النقطة 10. هذا الـ Points at which الـ Locus breaks. يعني راح يكون هنا. شنو هو؟ راح يصير. هنا هنا. break away. from the real access. can be calculated using two methods. استخدم قاعدة. يعني هنا عندي. نقطة 10. نقطة 10. أنا راح أعدلها لكم بالـ PDF. أو من يومكم تعدلوها. المكان 9 هي 10. هنا عندي. طريقتي أن طلع بها. find the characteristic equation. أول ما طلع. characteristic equation. بعدين أبدأ أشتق بالنسبة للـ S. أبدأ أشتق بالنسبة للـ S. اللي هنا أنا هو عشق قواعدة اللي أخذناها. اللي أريد أن نعودكم إن شاء الله. حتى على الأسبوع. نحن يمكن الأسبوع القادم. نحن يكون عندنا امتحان. تحضرون. الامتحان طبعا هو الحد الروت لو قسمها داخل. القواعدها تفهموها صح. ترجعون للمقطع الفيديو. أنا راح أسجل أيضا. حتى أبدأ من أحد الأمثلة. أي أحد عنده سؤال أو مفاهم في القاعدة من القواعد. حتى يعني أوضحها إلى بالتفصيل. وشكرا جزيلا للكل طلاب اللي دخلوا للمحاضرة. واللي موجودين. ودخلوا أن تتفضلوا من بعد. شكرا جزيلا طلاب.